بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع والثلاثون بعد المئة الثانية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم رسله وخير أنبيائه نبينا محمد وآله وصحبه وبعد يقول الشيخ رحمه الله في معرض رده على من يقول إن الإيمان مجرد التصديق وأن الأعمال لا تدخل فيه قال وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإنما المؤمن من لم يرتب وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق والتصديق من الإيمان ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية قال الحميدي سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان المعرفة وفي رواية أخرى عنه وهذا كفر قال محمد بن عمر الكلابي سمعت وكيعا يقول الجهمية شر من القدرية قال وقال وكيع المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل ومن قال هذا فقد هلك ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كهر وهو قول جهم وكذلك أي مثل قول وكيع قال أحمد بن حنبل ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة وحكى غير واحد الإجماع على ذلك قال الشيخ رحمه الله قد ذكرنا عن الشافع رضي الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأم وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من السلاسة إلا بالآخر وذكر ابن أبي حاتم في مناقبه سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار الجودي فتناظر معه في الإيمان فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاع وينقص بالمعصية فطحن حفصا الفرد وقطعه يعني غلبه وروا أبو عمر الطلمانكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال أمل علينا إسحاق ابن راهويه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لا شك أن ذلك كما وصفنا وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وآحادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وهم جرا على ذلك وكذلك بعد التابعين من أهل العلم وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه وكذلك على عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز ومعمر باليمن على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال إسحاق من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب والمغرب إلى نصف الليل فإنه كافر بالله العظيم يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يرجع وقال تركها لا يكونوا كفرا ضربت عنقه يعني تاركها وقال ذلك وأما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة اجتهاد قال واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم إلا من باين الجماعة واتبع الأهواء المختلفة فأولئك قوم لا يعبأوا الله بهم لما باينوا الجماعة ثم ذكر الشيخ رحمه الله عن أبي عبيد القاسم ابن سلام أسماء العلماء الذين قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص في مختلف الأمصار من أهل مكة ومن أهل المدينة ومن أهل اليمن ومن أهل مصر والشام ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة ومن أهل الكوفة ومن أهل البصرة ومن أهل واسط ومن أهل المشرق ثم قال أبو عبيد هؤلاء جميعا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا قال الشيخ رحمه الله معلقا على ما ذكره أبو عبيد قلت ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر وكان أول من قاله حمد ابن أبي سليمان فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك فكثر منهم من قال ذلك كما أن التجههم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من أكثر علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها كما جاء في حديث إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام فاغتنموا تلك المجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها أو كما قال وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر ليس هذا الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة واتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة قال الإمام محمد ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة اختلف الناس في تفسير حديث جبريل هذا فقال طائفة من أصحابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وما ذكره الإيمان أن تؤمن بالله وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور وقد وهمت المرجع في تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أعطي جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا أما قوله الإيمان أن تؤمن بالله فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر مجانبا الاستنكاف والاستكبار والمعاندة فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه وأما قوله وملائكته فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم وأما قوله وكتبه فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها وتؤمن بالفرقان وإيمانك وتؤمن بالفرقان وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه وأما قوله ورسله فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه دائبا على ما جاء به فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عن الشبهات وسارعت في الخيرات وأما قوله واليوم الآخر فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة وأما قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وبهذا القدر انتهت هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته